هنروح لمنتخب مصر لكرة السلة واللي بيلعب بطولة الودية في قطر بطولة لوسيل عايز اقول لكم ان البطولة دي يعني اعداد لكأس العالم في قطر او يعني من ضمن سلسلة بطولاتها تستضيفها الدوحة استعدادا لكأس العالم لكرة السلة ليكون 20-27 في الدوحة البطولة دي شارك فيها منتخبات كثيرة يعني يمكن اغلب المنتخبات ما راحتش بالA تيم او بالفريق الاول راحت بالفرق التانية او الB تيم ولكن منتخب مصر اضطر انه يروح بالفريق الاول عشان عنده تصفيات بطولة افريقيا بعدها بايام يمكن المنتخب يلعب بعد قليل مع قطر في نهاء البطولة ثلاث الاهلاو كان لدور كبير في التأهل بعد الفوز في مبارتين خلينا نعرف ايه هما المبارتين وخلصوا بنتائج عملة ازاي افكر حضراتكم ان اللي بيقود الفريق هو هنريك رودل المدير الفني الكندي واللي كان ماسك نادي الاتحاد السكندري سابقا الموسم اللي فات البطولة دي بتتلعب من 15 ل 18 فبراي اللي احنا فيه اول ماتش كان مع البحرين وفوزنا 83-64 الماتش التاني كان مع منتخب نالعب كمان شوية مع قطر بس الجولة الاولى كانت مع منتخب البحرين الجولة التانية كانت مع منتخب الاردن 95-98 منتخب الاردن مش رايح فول تيم منتخب نالعب كمان شوية زي ما انت حضراتكم مع قطر وقتر اتصدرت المجموعة على ناحية تاني المفازة على السعودية ووسط افريقيا نظام البطولة بينص على سعود اول كل مجموعة عشان يلعبوا في الذهب على الذهب وصاحب المركز التاني من كل مجموعة يلعبوا على البرونز اما اصحاب المركز التالت يلعبوا على المركزين الخامس والسادس طبعا للالماني هنريك رودل المدير الفني ضم تلات لعابين من نادي الالي عمر الجندي كريم حاتم وعمر طارق وطبعا سيف هنداوي احد لعاب النادي الالي بالعافل الانبي اي اكاديمي عمل بطشاط جمد قوي سيف الله اكبر حاجة كويسة وعند خبرين انفراضين لكم عن لعاب النادي الالي متخابنا هشارك في البطولة دي زي ما قلت حضركم استعدادات في بطولة افريقيا اللي جاية وتصفات بطولة افريقيا هتعمل في القاهرة 23 و25 اللي جاي ان شاء الله طيب الانفراضين اولا سيف هنداوي مضى في احد الجامعات بالولايات المتحدة الامريكية هو كده خلاص تخرج رسميا من الانبي اي اكاديمي الاخبار اللي وصلتني انه سيف هنداوي خلاص وقع لاحد الجامعات بعد ما عاد جريد 12 اخر سنة في الدراسة هناك في امريكا الدراسة مرتبطة باللعب يعني ما اقدرش يلعب في دور الجامعات الا ما يخلص السنوات العامة اللي هي جريد 12 هناك هو عادها ومن حققك بتعيدها عشان تحسن مش زي مصر يعني الموضوع مختلف شوية او نظام التعليم الاس اي تي التعليم ده مختلف شوية عن مصر فهو عاد جريد 12 عشان يحسن من مجموعه هو لطحك باحد الجامعات الجيدة سيف هنداوي ماشي بشكل كويس طب ايه ده الخبر الاول الانفراد واتوقع انه سيف يعني بيلعب جارد بيلعب هوين جارد وشوتين جارد وسمول فورورد والله اكبر فوق الاتنين متر اللعيب ده قماشة قماشة ام باي اسمعوا مني الكلام ده وانا قلت الكلام ده من سنتين على عبدالله ناصر قلتلكوا عبدالله ناصر لعب نادي الاهلي ولاعب الناشئين قماشة ام باي عبدالله ناصر مقطع الدنيا في الجيليك وعبدالله ناصر خليكوا فاكرين كلمتي وسجلوا ورايا عبدالله ناصر من احد اللاعبين المرشحين بقوة انه يكون لعب في الام باي او لعب مصر في الام باي وده يعني انجاز كبير هيكون لنادي الاهلي ومن قبله طبعا أكيد نادي الشمس اللي هو كان فيه لعب وبعا كده نضم لنادي الأهل وصغير السن ولكن اللي عايز أقوله أنه عبدالله ناصر وصيف هنداوي وماشت إن بإيه طيب الخبر التاني واللي أسعدني جدا أنا كان بيني وبين هاب أمين تليفون قبل الهوى على طول وكنت الحقيقة بتطمن عليه لأن أنا عرفت أنه عنده مزقف العضلة الخلفية في الكتف وما قدرش يلعب أو يروح يلعب بطول القطر ولكن كان كل المحاولات أنه يلحق تصفية أفريق هنا الخبر الحلو أنه يلحق خلاص الحمد لله رب العالمين هو في الرتوش الأخيرة يمكن كان النهاردة عنده جلسة أو عنده جلسة علاج طبيعي في الرتوش الأخيرة علاج الطبيعي يمكن بكرة أو بعضه يبتدي تمرين تمرين كاملة فالنهاردة هاب أمين قال لي أنه هيلحق بالمنتخب فور عودته هيلعب مع منتخب مصر وده لعيب الرجالة يعني هاب أمين لعيب راجل أي مدير فني في مصر يتمنى أو مش في مصر يتمنى هاب أمين يكون معاه يعني اقول لك على حاجة اللعيب بيبقى مستوى عالي ده طبيعي ولكن مستوى عالي راجل ده بيبقى قليلين دايما النجوم بيخافوا عن نفسهم اكتر وهو ما يحس بحاجة بيكش ولا كانزل بقى مية في المية سليم ها بقى مين مش كده ها بقى مين على طول بيلعبهم السليم لعيب راجل الف الحمد لله على السلامة ده خبر اسعدني زي ما اسعدني خبر محصر رمضان بالزبط ان الحمد لله صبته اصابة طفيفة وده كان انفرضنا في الخبر اللي يخص كرة السلة باذن الله